قضية الآن الاستفتاء الذي استمعنا إليه وطرحته جزاك الله خير وهو يعرض على الإخوة الآن جانب الاهتمام في التربية الإيمانية كل من الناس من يقول أنا مهتم بهذا الجانب جميل وهو بلا شك الإنسان مدام يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعرف أهمية الإيمان فستجده يهتم بهذا اهتمام كبير صحيح لكننا نريد أن ننظر إلى الجانب الآخر مدى التطبيق لهذا الجانب الإيماني في الحياة ولذلك قبل نتكلم عن قضية مقومات نتكلم عن أهمية التربية الإيمانية في حياتنا لماذا نهتم بهذا لماذا الله عز وجل أكد على الإيمان لماذا جئنا اليوم نتكلم عن هذا الموضوع حقيقة الموضوع طويل جدا لكننا أخذت بعض النقاط المهمة وننتكلم عنها الأمر الأول الإيمان يا أخي كما تفضلت قبل قليل هو من أهم الأعمال وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال إيمان بالله ورسوله ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القضية قدم على الجهاد قدم على الصلاة قدم على الابن والدين الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي تنضوي تحته جميع الأعمال الصالح التي يحبها الله عز وجل ولو أتى الإنسان بأي عمل طيب وإن كان هذا العمل مشروعا في الدين لكنه ليس عنده إيمان ما قيمة هذا العمل ولا شيء أن تنظر مثلا من حولك تجد بعض الناس مثلا في الأمم الأخرى ممن لا يدينون الله عز وجل بالدين ربما تجد عندهم أعمال تطوعية صحيح عندهم مبادرات صحيح ربما عندهم إحسان لكن ماذا ينفعه ذلك و لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فلان يا رسول الله كان يقري الضيف ويفعل ويفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه إنه لم يقل يوم من الأيام رب يغذر لي خطيئة يوم الدين الله قضية الإيمان إذا حلت في قلب الإنسان و لو كانت يسيرة يا أخي يسعد بها الإنسان في الدنيا والآخرة و جاء في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان إلى هذه الدرجة يا أخي العزيز فإذا قضية الإيمان مهمة وهو أهم الأعمال التي ينبغي أن نعتني بها الأمر الثاني نجاتنا نحن نريد أن ننجو نحن عندنا عقبة كأود ليست بالسهلة وهي موقفنا يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى من الذي سينجو يا أخي العزيز إن لم ينجيك الله سبحانه وتعالى بإيمانك الذي معك وإلا فإن الإنسان على هلكه ولذلك ينبغي للإنسان أن يعتني بالإيمان اعتناء كبيرا نشاهد في القرآن الكريم الله عز وجل يذكر هذا الكلام بتكراره ودائما في أكثر من موطن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوسين وزراء إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات الجنة ودخولها مربوط بالإيمان بالله سبحانه وتعالى الأمر الثالث الناس يا أخي يتفاوتون يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى على قدر إيمانهم وترتفع منازلهم في الجنة على قدر الإيمان فأرفع الناس منزلة في الجنة هم المؤمنون بالله حقا الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحقيقة أنا أحضر في مثل هذا الموطن مقولة عجيبة جدا لبكر بن عبد الله المزني لما تكلم عن شخصية تعتبر عندنا في الإسلام شخصية كبيرة جدا وعظيمة شخصية أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا الرجل الحقيقة الذي سجلت له مواقف في السيرة عجب وحق له يا أخي أن يكون ثاني رجل في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويثني الله عز وجل عليه في القرآن في أكثر من موطن ما الذي عنده؟ يقول بكر بن عبد الله يقول ترى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ترى ما فق الأمة بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا عمل صالح وإن كان يفعل هذا رضي الله عنه وأرضا بعض الناس حينما يقرأ هذه المقالة يظن أنه لم يكن يعمل بل يعمل هذه لكن ما الذي كان يقصده؟ قال ولكن شيء وقر في الله هذا اللي ميز الإنسان هذا اللي ميز نعم رفع قدره ومكانة الإيمان نعم باقي معنا شيء نعم باقي عندنا قضية أخي العزيز أيضا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما تكلم عن أبو بكر الصديق وأنا أحب الحقيقة تكلم عنها القضية لما قال عمر وهو يعرف أبو بكر وكان قريبا منه جدا يقول إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لوزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حقيقة إيمان عجيب عند أبي بكر تجد في مواقف الصعبة والشدائد ونصر ثل الدين وتعمق الإيمان في قلب أبو بكر الصديق حتى في المواطنة التي يمكن يتزعزع فيها الناس خذ مثال موقف الحديبية مثلا على سبيل المثال هذا الموقف الذي اهتزت فيه نفوس كثير من المؤمنين ويأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإذا به مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول لعمر رضي الله عنه يا عمر ألزم غرس النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إنه على الحق كان مسلما من أول أيام الدعوة والإيمان رضي الله عنه وأرضاه الأمر الرابع أننا معتقدنا أهل السنوة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص إذا نحن بحاجة إلى أن نعتني بهذا الإيمان فنرفع من منسوبه ونزيد يا أخي العزيز من الأعمال التي تزيد في الإيمان في قلوبنا حتى نصل لمرتبة العليا الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله حفظ من كثير حقيقة أعلق على هذه الآية تعليقا عجيبا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لا يريد مننا تحصل الحاصل شيء موجود عندك تحصل مرة أخرى لا وإنما يريد الله تكميل الكامل الإيمان منزلة عالية الله يريدنا أن نكملها وإذا قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الأمر الخامس نحن اليوم نعيش فتن فتعة على الأمة بلا يوم صائب شدائد لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن بعد توفيق الله عز وجل عند الإنسان الإيمان الذي يثبت قدمه ويرصخها على طريق الله سبحانه وتعالى وإلا فإنه في خطر انظر مثالا عندنا بلا رضي الله عنه أرضه مرت عليهم الصحابة رضي الله عنهم في مكة فترة كانت صعبة جدا مرحلة البلا أول ما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وإذا بقريش تسلط عليهم أنواع العذاب وصنوفه وبلال في تلك المرحلة أحد أحد ثابت يا بلال ما الذي ثبتك في مثل هذا الموطن فيقول رضي الله عنه وأرضاه مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فطغت حلاوة الإيمان صار العذاب ولا شيء حتى إن بعض الناس من يرى في هذه الفتن والبلاي والمصائب أنها منحة من الله عز وجل ونعمة تأتي إليه من ربه تبارك وتعالى الأمر السادس أن الإيمان حل لكثير مشاكل اليوم عندنا مشاكل يا شيخي ولو جئنا أن نسمع من الناس مشاكلهم وقضاياهم التي عندهم الأمر الأساسي وراء هذه المشاكل ضعف الإيمان نحتاج الإيمان في القضايا الأسرية القضايا الشخصية القضايا النفسية كذلك عندنا الناس القلق خوف من المستقبل إلى آخره والسبب في ذلك عدم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى الإيمان الكافي جميل جميل والإيمان يخلق في جوف ابن آدم كما جاء في الأثر فلازم نتعاهد أو كان يضيع لا يمكن أن يبقى الإيمان في مستوى إما كما ذكرت الشيخ يزيد أو ينقص لذلك يجب أن نتعاهد وأن نحرص عليه شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم